دعوين معكم فقرات دنيا يا دنيا بيقولوا أنه العلم في الصغري كالنقش في الحجري هذا يمكن المثل اللي استنت عليه ضيفتنا مع ضيوفها الست حنان خضر في اعتمادها على مشروع يتعلق بالبرمجة البرمجة وما أدراك بالبرمجة دائما البرمجة بنعرفها أو البروغرامنج بنعرف أنه الطلاب بعد ما يتخرجوا من المدارس بتخصصوا بهذا الموضوع الست حنان خضر ضيفتنا لليوم تعتقد وتؤمن بأن البرمجة تبدأ من الصغر تبدأ من الأطفال تطور فيما بعد ليكونوا متخصصين في موضوع البرمجة وأن الإبداع يمكن بيكمن بالطفل وفي فترة الطفولة أكثر بكتير من ما الواحد يخرب بعد ما يكبر يعني ويطلع من الجامعة أو من المدرسة حتى ما أكون قلعا بحكي كتير رح أرحب بضيفتي حنان خضر صاحبة مشروع تعليم الأطفال البرمجة أهلا وسهلا فيكي رح أرحب برضو بالضيوفي ملك قنديل أهلا وسهلا فيكي يا ملك ومحمد شملاوي أنتو من اللي تخرج وأخدوا دورات برمجة مع الست حنان ست حنان تعني نتعرف بداية على هذه الفكرة الرائدة والريادية حقيقة بمجتمعنا اللي هي تعليم البرمجة للأطفال شو هذا المفهوم وكيف بلشت الفكرة عندك؟ صباح الخير سعيد كتير فيك سادي البرمجة بشكل عام هي كيف تتحدث مع الكمبيوتر كيف تؤمره ويجاوبك ويرد عليك كيف تفهم كيف هو بيفكر هلا هذا المفهوم بالأساس هو كتير بسيط وأسلوب تفكير أكتر من أحد أنت تحكي أنه هذه مثلا بتعلم لغة برمجة هي مش لغة فقط لا هي طريقة تفكير مختلفة الفكرة نتجت عندي من 2013 2013 بلشت أكتب بمناهج خاصة تبسط المفاهيم الضخمة المعقدة في البرمجة ليستوعبوها الأطفال طبعا إيمانا بموضوع قديش لصغار عندهم الفرش آي هاي وعندهم النظرة للأمور مش زي ما إحنا تعودنا إحنا تعودنا نشوف الأشياء زي ما هي خلاص هاي الطاولة مربعة هاي مربعة هم ما بشوفوها هيك هم بشوفوا أنه إمكانية التغيير فيها فالاستغلال طريقة التفكير هادي والعمل على استثمار هاي الطريقة بهذا العمر نسجت فكرة أنه لازم يتعلموا لصغار كيف يبرمجوا لهم صغار براوه أنا بعرف أنه أنت مبرمجة محترفة وعليك حضور كان بسيليكون فالي يعني بواحدة من الأفكار نسجت فكار وبرامج تبعتك لما بنيت هذه الفكرة أو طلعت بهذا التلخيص كيف بلشت المحاولات الأولى أنك تجرب هذا الموضوع على أطفال جلت تعلميهم أساسيات البرمجة أنا بديت أكتب بالمنهاج من 2013 بس جربتوا على أطفالي أنا أم وعندي ثلاث أطفال بلشت أجرب على أطفالي لقيت أنه الفرصة كتير ضخمة وبعدين لما اتعلموا لولادي أنا كيف يبرمجوا وكيف يفكروا كمبرمجين لقيت أنه صار في عندي أنا شيء مهم زي يعني على عاطقي وعلى كاهلي واجب أنه أنا أعطي هذه الفرصة لكل الأطفال فبديت طبعا بعمل الندوات وبديت أحكي في الموضوع بديت أحكي ليش لازم لولاد الصغار يتعلموا يبرمجوا من عمر متقدم لنفس الفكرة لولاد عندهم كتير أفكار ما في إلها سقف الآلية تحويل الفكرة هذه لحقيقة هون نحن نحكي بالبرمجة البرمجة هي آلية تحويل فكرة نتجت عنده لحقيقة هلأ إحنا دايماً للصغار بيجوا بيحكو لنا ولادنا بيجوا بيقول لنا عندي فكرة كذا كذا إيش أنت بتيجي بتقول الأهل إيش بيحكو للولاد صعبة تزبطاش يمكن تزبطاش بالنسبة لنا إحنا الكبار بس بالنسبة للصغار لا تزبط فالآلية هي البرمجة نحن عم نحكي عملياً عن فهم لغة الكمبيوتر أو فهم النوت الموسيقية للكمبيوتر اللي بتسمح لنا إحنا إنقلف موسيقى كمبيوترية اللي هي بتتجسد من خلال ألعاب من خلال برامج صحيح صحيح سمحي ليست حنان أدردش مع لزيزين محمد وملك كيف حالكم؟ الحمد لله تمام؟ هلأ أنتوا أخذتوا دورات عند الست حنان تعرفتوا شوي على البرمجة شو الهاجس الأساسي اللي دفعكم أنكم تدخلوا هاي الدورة؟ يعني شو كان همك؟ خلينا أبلش مع محمد شو كان همك محمد بالبداية؟ أنه أنت بتشوف ألعاب مثلاً بتلعبها على الكمبيوتر بتحب من خلال هاي الألعاب أنك أنت تعمل لعبتك الخاصة ولي شو اللي دفعك حتى تاخد الدورة؟ هو أول إشي كنت بس أستخدم ما كنتش ولا أعمل إشي أمه بعدها أمي تعرفت عحنان ودخلتني بالبرمجة غصبت عنك دخلتها كلا أنت كنت حابب؟ لا أنا كنت حابب أهه كنت حابب تعرف أسرار الألعاب وأسرار الأشياء كيف تنعمل وكيف تفهم كود شيفرة هلأ هذا الحكي اللي عم تحكيه الكود والشيفرة هذا جديد من خلال الدورة اللي أخدتها بالبرمجة هلأ عندك القدرة تعمل لعبة؟ تخترع لعبة وتصممها على الكمبيوتر؟ نعم عملت عملت؟ طيب حكي لنا شو اللي عملت بالصبل؟ مثلا عملنا إنه واحد بيطخ كيف إنه يطخ بس تكبس سبيس وكيف تحركه بالكبسات كيف تخليه يمشي لا أحد من الأواب للمدرسة ولا واحد من صفي حتى أنا ما كناش نعرف برمجة بعدها أنا صوت متميز عنهم أني بعرف أكتب كود برمجة وأعمل ألعاب طيب برافو عليك ملك شو اللي شدك للبرمجة أكتر أول إشي الاسم لأنه أنا كنت كتير بحب العلوم وهالإشياء الاسم هو من اسمه حسيت علوم فدخلته وطلع مش علوم طلع البرمجة بعدين لفتت نظري كتير وكملتها وكمان حتى إيش اللي دفعني أكتشف إيش هي البرمجة هو إني دايما بس ألحالي قبل ما ألعب باللعبة طيب مش معقول اللعبة تنخلق لحالها يعني مي اللي بعملها يعني برافو عليك آه طبعا طبعا فهذا اللي دفعني إني أسجل قديش بتحسي تغير عليك بعد البرمجة استيعابك للمواد اللي بتدرسيها بالمدرسة علوم رياضيات حسيت يصار عندك صورتي أشطر آه خاصة بالرياضيات لأنه صرت أعرف كيف ألاحظ إنه أول ببدأ هنا بعد أن بروح هنا فساعدني كتير البرمجة بهذا الموضوع برافو عليكم رح ندردش معكم كمان على الموضوع بس خليني أرجع لست حنان بعد إذنكم ست حنان يعني يمكن حكينا عن شغلة تحت الهوى عن موضوع تشسير الفجوة ما بين مخرجات التعليم وما بين المدرسة أو حتى الجامعة أنت عم بتبلشي من وقت مبكر وحسب ما حكيتي لي مشروعك لسه رايح باتجاه أبعد قديش ضروري هذا الحكي تشسير الفجوة وشو اللي منفتقده لما منكون واحد غايبة عنه مفاهيم البرمجة وبيطلع لسوء العمل أو حتى للدراسة الأكاديمية الجامعية إحنا واضح أن أولادنا كثير مستخدمين شاطرين إحنا هلأ الولد بيكون عمره سنة وبيكون بيلعب بالتابلت وبيستخدم كثير بطريقة مميزة وبيعرف بالتكنولوجيا بل باستخدام التكنولوجيا هلأ إيجي اللي عم بصير عنا إنه إحنا المبرمجين الحقيقيين وأصحاب الخبرات بيدخلوا على سلك الشركات وبظلهم يأخذوا خبرة ورا خبرة ورا خبرة وما بفكروا إنهم يعلموا في نفس الوقت المعلمين بدنا خرطوا كمان في مجال التعليم وأساليب التعليم وبيلاقيوا إنه فيه فجوة ما بين الطفل في وقتنا الحالي وفي زمننا الحالي والمعلم فإحنا الفكرة كانت إنه إحنا نجيب المبرمجين الحقيقيين لا يعلموا سد الفجوة ما بين إنه إيش الطفل بده وشو ينواصل في مرحلة المعرفة التكنولوجية وما بين ما يقدم إله بالمدارس عشان هيك إحنا قاعدين منحكي البرمجة يجب أن تعلم في المدارس ويجب أن تكون لها حصة صفية زيها زي الرياضيات زي العلوم زي اللغات في المدرسة بالنهاية إحنا ما بدنا نطلع كل أولاد مبرمجين يشتغلوا مبرمجين بس بدنا كل أولاد يعرف كيف يبرمج يعني فهم الأساسيات تبعة البرمجة تغير في التحليل إذا كان في خيال وفي جانب إبداعي يستطيع زي ما عامل محمد يعني نعم يعني برافو عليك محمد أنك أنت عامل لعبة ولو يعني بطريقة بداية بس على الأل توظيف بالطبط من هاي الإمكانيات أو فهم هاي اللغة في صناعة وليس فقط في الاستهلاء بالضبط لأنه إحنا الفرق ما بيننا وما بين العالم المتقدم يعني خلينا نحكي 10-15 سنة هيك شي إذا بيضلوا هم بيعلموا كيف بيعلموا أطفالهم لأنه فيه استراتيجيات لتعليم الأطفال كيف يصنعوا البرمجيات لكن إحنا للأسف عم منعلم كيف بس تستخدم هلأ بتصير هال 10-15 سنة 35 سنة بجوز وأكتر وقد نسلق الآخرين فإحنا يجب أنه هذا الحكي يعني يسلط عليه الضوء من الآن ومن هذه الفترة لأنه الأولاد إذا ضلهم مستخدمين خلص بيضلهم مستخدمين ما رح يصنعوا يعني رح تنقرض هذه الفئة اللي عم تصنع في الفترة القادمة عشان هيك الموضوع كتير خطير طيب منيح يمكن خليها نسأل ملك ملك أنت هلأ اتعلمتي قديش أخدتي البرمجة يعني الدورة اللي دخلتيها قديش تقريبا مدتها هي أربع لفلز أربع لفلز أول لفل سمال بيسيك ثاني لفل أ ثاني لفل جاوزا ثالث لفل هاي إحدى اللغات مش هيك أكتر عم تعرفيها بتقدري تدخلي تضبطي الأشياء يعني تعملي تعديلات وتعملي أفكار هيك جديدة أصلا زمان أنا ما كنت أعرف كيف أستخدم الكمبيوتر صحي بعد أن ما دخلت البرمجة صرت مش بس على الجاذة و هاي اللغات أضبط بالكمبيوتر نفسه صرت عارف كيف أضبط مهم مهم طيب قديش هذا بتحسي بأنه أنتي يعني في عندك إمكانية لحتى بكرة تصخيري فعلا مبرمجة يعني فيه براسك مثلا حابة تعملي لعبة حابة تعملي تطبيق معين بتحسي أنه هذا ممكن يزبط بالمستقبل غششتيني إشي قبل شوية تحتلها وحكيلي عن هذا المشروع هو مشروع أنا من زمان نفسي أعمله وبيدي أعمله هو بيكلوبيديا بيكلوبيديا هو برنامج أنا ستتفكر ليش ليش ينتعب حالنا يروح مثلا إشي وتكتب بس تبلك تكتب ليش ما يكون فيه طريقة مختصرة فهدين إجتني فكرة إنه ليش ما بس أصور الصورة وبعدين هو لحال البرنامج يطلع لي جوابات فهاي هي بداية فكرة بيكلوبيديا على أساس كبحث يعني بديك تبحثي زي جوجل أو الإنسيكلوبيديا تحطي صورة بدل الإسم بدل المعلومة الإسم والصورة تعطيكي مجموعة من الأفكار والمعلومات حوليها ما بتعرفي يمكن بكرة تصير ملكسوبيديا يسمها على إسمك يعني تطلع تنتشر وهذا على فكرة تحفيز ستحنان يعني بالمناسبة للأطفال لأنه فعلا يبدعوا وزي ما حكيتي خيالهم بكون أوسع من خيال الناس الأكبر يعني شوي منصير منغلقين محمد وين رايح أنت ملك رايحة بدي تعمل بيكلوبيديا أنت شو ناوي تعمل وأنا جعبالي أعمل شغلي زي الفيسبوك واليوتيوب وهدول الأشياء زيهم شبكات التواصل ولا فيديوهات تنزل لا التينين مع بعض تينين مع بعض رح أسميها رح أخذ جزء الاسم من لعبة المفضلة واللي هو بوم بيتش بوم بيتش رح أسميها بوم بس بوم بوم وطخطخة أنت بالبداية قلت لي عملت إشي بطخ وهلأ بتقول لي بوم بدنا نبعد عن البوم والطخ بدنا إشي أوكي شو هالبوم شو الأساسها يعني البوم بيخليك زي الفيسبوك تتواصل مع الناس زائد إنك تشوف فيديوهات بدل ما إنك تسير على الفيسبوك بدك تنزل بدك تشوف فيديو بدك تحضر فيديو بتدخل على بتسير بدك تدخل على اليوتيوب وتحط الفيديو خليه مختصر أنه على طول فوراً فيديو فوراً يطلع لك فيديو يعني زي الإنستجرام معتمد على الصورة البوم معتمد على الفيديو يعني هو مشاركات فيديو طيب كويس خلينا نحكي مع السيدة حنان بشغلة لفتلي انتباهها بالجلسة أنه برضو في تركيز عند حضرتك على موضوع دوي الإحتياجات الخاصة بموضوع تعليمهم البرمجة ليش ضروري وقديش قديش شفتي فيه إمكانية لأنك تتواصلي مع هدول الناس البرمجة هي بالنهاية صنعة تقدر تحكي عنها صنعة تدر دخل للمرأة في بيتها إذا كانت مبرمجة أي شخص بتعلم البرمجة رح يقدر أنه هو يعمل في البرمجة لأنه إحنا هلأ عالم مفتوح طلبات على المبرمجين وعلى البرمجة من أي مكان في العالم ذوي الإحتياجات الخاصة تحديدا أنا بحكيها وأنا حزينة جدا أنه بيطلعوا مرات كتير مش مش عشانهم عشان استراتيجياتنا نحنا عالي على المجتمع غير موظفين طيب ليش هون نشأت برضو فكرة أنه مين هي الفئات اللي ممكن أنه إحنا نعلمهم البرمجة ويطلعوا وينتجوا وينشؤوا ويخترعوا ويكتشفوا ركزنا على موضوع الصم البوكم هاي سيجمنت فئة من الفئات الضعاف البصر والمعاقين حركيا بالأقدام الصم البوكم قوة تركيزهم ومعايشين في عالم من الصمت قوة تركيزهم ألف بالمية ما بينقصهم أي شيء منتلي ذهنيا أنهم يتعلموا البرمجة فلو علمناهم البرمجة كان رح يطلع منهم نتائج مخيفة نفس الإشي ضعاف البصر نفس الإشي المعاقين حركيا المعاقين حركيا بالأقدام لا ينقصهم لا سمع ولا بصر ولا تحدث فبالتالي ليش إحنا نحرمهم من هذه الفرص هم ما بيعرفوا لسه بهذه الفرص وهي فرص ضخمة وكبيرة وفرص لا تتطلب كثير إذا كان يعني في إعاقة جسدية في إعاقة حركية لا تمنع بل بالعكس التفكير ونمط التفكير والتعرف على هذا بيعطيهم فرصة بالعكس يعطيهم فرصة للتركيز هذا أولا ثانيا إحنا أد ما حاولنا مثلا نلاقي إيش المشاكل اللي ممكن أنه يحبوا هذه الفئات إنها تعالجها واحتياجاتهم الخاصة مش زي هم 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 رح يحددوا الإشي اللي بدهم إياه ويعملوا من خلال البرمجة فبتصفي الفكرة من عندهم والعمل برضو من عندهم طيب هلأ أنت المشروع إذن لهلأ أتخرج من عندك حوالي 75 طفل تقريبا من جيل محمد وملاك من عمر 8 سنين نعمر 8 سنين صف التالي مشروعك عم بتحاولي تفتحي على المدارس بحيث تصير معتمد البرمجة ضمن بعض المناهج المدرسية سواء مع المدارس الخاصة أو مع وزارة التربية والتعليم صحيح موفقة طبعا بهذا المشروع ويعني أنا ملاحظ من خلالي ملك ومحمد قديش الحماس وقديش هذا عم يخلق تغيير لعندهم بالتفقين معاي عندكم خوف من إشي فوبيا هيك خافي من الفيران مثلا ملك تخافوا من الارتفاعات ست حنان عندك فوبيا إشي؟ طبعا احنا عندنا سؤال تفاعلي بشكل عام اعترفوا يلا شو إيش في فوبيا أو ما في فوبيا؟ من شو بتخافي ملك؟ خاف من الصراصير خاف من الصراصير؟ صراصير فقران آها مناطق هيك مرتفع عالية بتخافوا مثلا بتبعدوا ما بتقروا توقفوا ولا لا ما فيه هيك إشي الحيوانات مثلا مش الحشرات من اللحصان مثلا الحيوانات اللي بتاكل لحم اللي بتاكل لحم كلنا من خاف من اللي بتاكل لحم صعب يعني طيب أنا بس بدي أذكر مشاهدين أنه نحن سؤالنا التفاعلي شو هي أكتر أنواع الفوبيا انتشارا هل هي الخوف من الحيوانات أم الأماكن المرتفعة أو المخاوف الأخرى خلينا نشوف نتيجة تصويتكم لهلأ الحيوانات أو الحشرات 51% بيخافوا من الحيوانات الحشرات 38% 33% بيخافوا من المناطق المرتفعة بينما 16% فقط عندهم مخاوف أخرى يعني هاي نسبة لهذا رح ندردش نحن بهذا الموضوع بالفقرة التفاعلي التي تسبق مطبخ رؤية هيا شايفين فيه ناس بيخافوا كتير زيكم 51 من المصوطين بيخافوا من الحشرات ومن الحيوانات مش هيك ملك محمد شكرا كتير على حضوركم وبرافو عليكم ونحن هيك بدورنا يعني قناة رؤية وكأصدقائنا الداعمين بوقفوا معانا من وجه لكم نعطيكم هالهدايا المتواضعة جدا ملك هاي من تويز ان تويز هدية لإلك عزيز محمد هاي كمان هدية لإلك ونحن بدورنا بنشكر تويز ان تويز على هذه الهدايا المقدمة لإلكم شكرا على حضوركم شكرا لإنكم عم تبحثوا بحياتكم عن أشياء جديدة عن علوم جديدة عن معارف جديدة ونحن ممكن نحكي لكل الأطفال اللي بيشوفوكم هلأ ياخدوا منكم نموذج لإنهم دايما يفتحوا مداركهم أكتر لأنه فعلا يعني ما منعرف يمكن بكرة تكونوا انت مباربيجين وعندكم تطبيقات عم بننزلها نحن على موبايلاتنا وكل العالم كمان بنزلها محمد وملك شكرا كتير لحضوركم ستحنان مجددا يعني أنا بشكرك على مبادرتك وإن شاء الله كل التوفيق لإلك في فتح يعني مجالات أكتر لحتى يتعرفوا كل أطفال الأردن على البرمجة من الصغر شكرا كتير لإلك شكرا كتير لإلكتر شكرا